السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبابي الكرام في هذا الموضوع بمشيط الله سوف نقدم لكم أهم الفوضة الصحية لحبوب الرشاد أو حباء الثفاءة فحباء الرشاد له العديد من الفوضة الصحية والاستخدامات العلاجية في هذا الموضوع إن شاء الله سوف نقدم لكم أهم فوضة الصحية وحباء الرشاد له الكثير من الاستعمالات والطرق المتعددة لاستخدامه في العلاج ومن أهم فائده لعلاج المفاصل فإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بمشيئة الله تعالى وإليكم ألينا أهم الفائدة الصحية لحباء الرشاد السلام عليكم تناولوا حبوباء الرشادة أو الثفاءة وعالجوا كل هذه الأمراض والمشاكل الصحية حبوباء الرشادة أو الثفاءة من الخضروات الورقية زيت اللون الأخضر الداكن ويعتبر من النباتات العشبية التي يتم تناولها طوزجة على شكل أعشاب أو يمكن الاستفادة من بذوره الجافة ومهما اختلف الطريقة تناوله يعتبر الرشادة من أكثر النباتات فائدة على الإطلاق ويحتوى للعديد من الفيتامينات والمعادن والعنصر الفعالة ومضادات الأكسدة والألياف والرشاد من النباتات التي تنمو بشكل رئيسي في فصل الشتاء وأوائل الرابيع والرشاد من الفصيلة الصلبية للنباتات والتي تشمل العديد منها مثل الخردل والكرنب واللفتة وغيرها الكثير وهو نبات حولي له نكة تشبه نكة الجرجير ويفضل تناوله مع الطعام أو مضافا للصلاة وطيما عدم تعريضه لحورة الطهي كي لا يفقد خويصه يحتوي الرشادة على العديد من العنصر المعدنية المهمة مثل الحديد والمنغنيزة والفسفور والكالسوم واليود والكبريت والزرنيخ والسوكالين وفيتامين بقى 12 وفيتامين بقى المركب وفيتامين هاء وفيتامين جيم وفيتامين ألف والكاروتين ما يمكن استخلاص زيت مفيد جدا للجسم من بذورة حبوباء الرشاد التي تحتوي على مضادات حيوية طبعية أولاً ما هي الفوضة الصحية لتناول بذورة الرشاد؟ أولاً يطل الغازة من تجوف البطن ثانياً يزيد من الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء ثالثاً يُعالج الرشاد الصدوعة العادية والصدوعة النصفية أي الشقيقة رابعاً يقضى على الميكروبيات والبكتيريا خامساً يفتته الحصف الكلاة والمرورة والمثان سابعاً يُعالج مرض السل الرأوية ثامناً يُنقِّ الرأتين من أثار التدخين والسموم والغبار تاسعاً يُخفف من أليمي الدورة الشهرية عند المرأة تاسعاً يُعتبر فاتح جيد للشهية عاشراً يُلين البطن والأمعاء ويُسهل الهضم إحدى عشر يُعالج الدمامل والتقرحات الجلدية ويُزل الأوروم ويمنع تهيوجه إحدى عشر يطرد الدين والمعوية إثنى عشر يُخلص الجسم من الفضلات والسموم ويقيم الإصابة بنزلة البرد ثلاثة عشر يمنع تسقط الشعر ويقوي البصيليات ويمنع النظارة والحيوية أربعة عشر يُعالج مرضو الرب والتحسسية ويطرد البلغم خمسة عشر يُعالج أوروم الطحيل ستة عشر يُطيب راحة العرق ويمنع الرواح الكريه للجسم ويُطيب راحة الأنفاس ستة عشر يُدر البولة ويُهدى ضغط الدم المرتفع ويُخفضه سبعة عشر يُحفز إنتاج اللعابة والسوائل الجسم مثل الإنزيمات المعوية تسعة عشر يُساعد في يقاف نزيف الدم عشرون يُعالج الكثير من الأمراض ومنها الإسال والدوسنتاريا والأمراض الجلدية واحد وعشرون يُقوى عضلة القلب اثنان وعشرون يُخفف من أعراض الحسسية الجلدية ثلاثة وعشرون يُعالج التهبات المجرى البولية والتهبات المثان ثلاثة وعشرون يقمن الاصاب بالسرطان خصوصا سرطان القولو خمسة وعشرون يؤخر ظهور علامات الشيخوخة على الجلد والبشرة ويمنح النظارة والحيوية والترطيبة العميقة خمسة وعشرون يُعزز عمل جهاز المناعة ويقمن الاصاب بالأمراض ثلاثة وعشرون يُقوى العظام والأسنان يُساعد في ترميمها يُنشط عمل الدماغ بيزر من كفاءة الذاكرة يُقلل نسبة الكوريسترول الضار في الجسم ويمنع الاصابة بتصلب الشرين ثانياً ما هي محذر الإفراطة في تناول حبوب الرشاد أو الثفاءة؟ في تناول بذور الرشادة يُسبب الطرابات في الغدة الدرقية كما لا يُنصح المرأة الحامل بتناوله لأنه قد يُتسبب بإجهاض الجنين متابعين الكوروما إذا استفدتم من هذه المعلومات فضلاً لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله